بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات إلى هذه الحلقة الثانية والعشرون من برنامج آية وهداية في موسمه الثالث نتناول آية واحدة من كل جزء من القرآن الكريم من كلام الله تبارك وتعالى وآيتنا في هذه الحلقة هي الآية الثانية والسبعون من صورة الأحزاب الآية قبل الأخيرة من صورة الأحزاب يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا هذه الآية الكريمة تتحدث عن الأمانة أمانة هذا الدين أمانة الأوامر وأمانة النواهي وأمانة العقيدة وأمانة الشريعة وأمانة الدعوة أمانة البلاغ لهذا الدين العظيم عرضها الله تبارك وتعالى على أعظم المخلوقات على أكبر الكائنات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ليس الإباء هنا المقصود به التمرد على الله أو رفض أوامر الله لا إنما هو يعني اعتزار واستسماح وإشفاق من ثقة للأمانة لأنها أمانة عظيمة فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لم تستطع السماوات ولا الأرض ولا الجبال أن تحمل هذه الأمانة العظيمة والرسالة الكبيرة رسالة الإسلام ورسالة العقيدة والشريعة والأخلاق أشفقن من ثقلها من عظمها من مآلاتها من مقتضياتها من لوازمها من مقوماتها أشفقن مما تتطلبه من أشياء يجب أن تتوفر وحملها الإنسان سبحان الله أنا قرأت تفسيرا لهذه الآية من قديم يقول فأبين أن يحملنها يعني يحجزنها يعني السماوات والأرض والجبال كل هذا أدى الرسالة بلغ الرسالة والأمانة مكانها لم يتم حجز هذه الرسالة يحملنها وحملها الإنسان يعني منعها الإنسان لم يبلغها حق البلاغ على أي حال وأشفقن منها وحملها الإنسان حملها قبل حملها دون وعي دون إدراك لعظمها وسموها وضخامتها وبهازة سمنها وعظم ضريبتها إنه كان ظلوما جهولا والذي حمل هذه الأمانة سلاسة أصناف كافرون تركوا الأمانة قولا وفعلا كافرون مشركون ومنافقون حملوها ظاهرا ولم يحملوها باطنا ومؤمنون صادقون حملوها ظاهرا وباطنا من أجل هذا الآية التالية مباشرة تبين ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فهنا هذا العرض وهذا الحمل للأمانة هذا هو هدفه الله تعالى يريد أن يبتلي بني البشر بعرض هذه الأمانة عليهم قبلتموها نعم يا رب قبلناها طيب أنتم ستنقسمون فيها أو انقسم الإنسان نحو هذه الأمانة فريق كفار ومشركين تركوا الأمانة تماما قولا وفعلا ظاهرا وباطنا وفريق من المنافقين حملها ظاهرا وهدمها وتخلى عنها ورفضها باطنا قولا وفعلا وفريق ثالث هو فريق المؤمنين الصادقين الذي حملها قولا وفعلا ظاهرا وباطنا مستعدا لكل تضحية معودا وموطنا نفسه على أن يدفع ضريبتها ويتحمل حملها ويؤدي ما يستلزم من ذلك من هذه الأمانة محافظة على أوامر الله اكتناب نواهي دعوة إلى الله تبارك وتعالى تبليغ بلغوا عني ولو آية لتكن منكم أمة يدعون إلى الله ليبلغ منكم الشاهد الغائب حفاظ على هذه الرسالة حفاظ على هذا الوحي على نور النبوة حتى يستمر في الأمة وحتى يستمر في العالمين وحتى تهتدي إليه جميع الخلائق نسأل الله تعالى أن يكرمنا بكرم القرآن وأن يجعلنا من الذين يحملون هذه الأمانة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا حقا وصدقا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة